كاتولوساما خلينا أبدأ معيك عندنا مباراة مهمة جداً مباراة صعبة جداً في وسط شعب شقيق ونادي الوداد نادي كبير وعظيم وواحد من أكبر الأنداف في أفريقيا المباراة صعبة من كل الجوانب جماهيرياً وفي الملعب ما نجي نتكلم فنياً دلوقتي حضراتكو هتتكلموا فنياً أكتر لكن كيف يمكن التغلب على كل هذه الظروف أنا كلاعيب أنا فكر إزاي أنا عايز حضراتكو تقولوا لجمهور النادي الأهلي أنا لو أنت لعيب هتفكر في مثل هذا الموقف إزاي أنت مسافر بكرة هتبتدي تحضر دماغك إزاي تبتدي تحضر تفكيرك إزاي أولاً مبروك للجهاز الفني والجماهير واللعيبة الماتش اللي فاتت عمبي أدوا مباراة كويسة يعني عكس المباراة الأخيرة في الدور العام رغم الغيابات الكتيرة في الملعب يعني كفحوا كتير وجاهدوا طوال الماتش وما كانوا سيطرين عليه والفرص كانت كتيرة لكن المكسب جي متأخر وفي وقت صعب جداً وده برضو بتثبت التملل المقولة اللي أحنا بنقولها أن روح النادي الأهلي والإصرار وعدم اليأس الآخر ثانية أنك تجيب جنين في الديار 94 و 97 مش موضوع سهل يعني ساعات سهلة أو ترمي الفوطة وخلاص والموضوع ينتهي ولكن قدروا يرجعوا للماتش وعملوا ماتش هيفرق معنا الماتش الجادة كده؟ أه طبعاً نفسياً من عشان كده قدمت المخدمة دي نفسياً طبعاً تفرق كتير خاصةً كان ناس كتير غايبة ومهمة لكن اللعبة كانت رجالة يعني وقدموا مباراة جيدة يعني بالنسبة بقى المباراة المغرب حضروا نفسهم إزاي الشباب أه أولاً أول حاجة لازم يلغوا موضوع الحكم أيوة أول نبي كابت الأولي الكلام ده لأنه مهم أه طبعاً أول نقطة وأعتقد أن كابت سالح الحفيز هو أكيد مستر مسماني وأكيد الناس المختصة بالكرة كلها تقدر تتكلم في الكلام ده لأنك أنت هتقعد تدخل مع الحكم في حوارات كتيرة من أولها هتخرج نفسك برا التركيز صح فلازم إبقى أنا شغل الشاغل التسعين دقيقة أو إذا الأمور حصل فيها غير كده لغاية آخر ثانية يعني لغاية حتى ما توصل الزكاة تتوصل للضربات الجزائية يعني لأي موقف ما توصل فيه أنا أقصد أنك تبقى مركز تسعين دقيقة بعيدة عن الحكم دي نمر واحد الحاجة التانية الجماهير لابد أنك أنت أولا لعب تلاقي تتحطوا في المواقف دي كتير يمكن في بعضهم صغير شوية لكن لعب كتير زي شناوي سولية أفشا شريف كنتوا تتحطوا في المواقف دي كتير هاني حمدي آسر يعني اللعبوا مع المسخب نسبة كبيرة لعبت لكن هنقول بس عدد قليل اللي ملعبش في المواقف دي فمتوقع الجمهور المغربة هيمل الملعبه ده طبيعي يعني نص الملعب على الأقل ده أقل لها يعني هيبقى في نص الملعب بلده يعني أكيد هيبقى ما للملعب نهائي فبرده ما شغلش نفسي بالجمهور يعني ما خشش في مهاطرات مع الجماهية ما خشش في استفزازات مع الجماهية أحط زي ما بيقولوا قطنا كده في ودني ولاغي كل تركيزي المستطيل اللي أخضر والمهام اللي أنا هقوم بيها وهعمل إيه الفرقتي عشان تطلع في أحسن صورة دي أول نقطتين الحاجات بقى اللي هي الفنية إذا حابب نتكلم فيها دلوقتي أو مع الوقت يعني لكن دول أهم نقطتين اللي هي الحكم والجماهير إن أنا أفصل نفسي عن الموضوع ده